اشتركوا في القناة من سليمان البراشدية مديرة مركز إبداعات رقمية البحوث متعددة القطاعات مرحباك سلامة دكتورة وحن سعداء جدا بوجودك اليوم معاني عبر هذا الاتصال مرئي في برنامج قهوة الصباح وبارك الله أيضا كل هذه الجهود وكل هذه العطاءات صباح الخير صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور شكرا جزيلا لكم على هذا الصدق اليوم والتي تتاعد للفرصة لإكسار نتائج الدراسات التي قمنا بها للجمهور وهذا هو الحقيقة الهدف الرئيسي من إكرار البحوث هو أن تصل نتائج هذه المستهدفين وللجمهور بشكل عام شكرا لكم جزيلا على هذا الصدق أهلا وسهلا مرة أخرى دكتورة يعني اليوم سنتحدث عن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة منتشرة أيضا في كل أنحاء العالم هنا نعرف المشاهد الكريم عن هذا الابتزاز وأيضا مخاطر الابتزاز على الفرد والمجتمع اقتحمر حقيقة القانون العماني لجرائب المعلومات جرائب تقنية المعلومات وتحديد في المادة الثامنة عشر منه أرّف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد شخص أو ابتزاز للقيام بفعل ما أو الانتناع عن القيام بفعل مشروع وهي حقيقة قريمة يعاقب عليها القانون فوفقا لهذا القانون يعاقب المبتز بالغرامة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوان والغرامة بمبلغ لا يقل عن ألف ولا يزيد عن ثلاثة آلاف أو بكلاء العقوبتين ولكن إذا انطور فعل تهديد على تهديد بقريمة أو جناية أو القيام بفعل مخالف للآلاف فإن هذه العقوبة مستواها يزيد بحيث أن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوان ولا تزيد عن عشر سنوان والغرامة بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف ولا يزيد عن عشرة آلاف أيضا الابتزاز يأخذ إشكال متعددة ويأخذ مراحل ويمر في مراحل متعددة ويظهر أو تستخدم في وسائل تكنولوجية متعددة ومن أبرز إشكال الابتزاز هي ابتزاز فتاة لشاب أو ابتزاز فتاة لفتاة أخرى أو ابتزاز شاب لفتاة أو شاب لشاب أخرى نعم جميل طيب دكتورة يعني أنا دكتورة أيضا في المحوى القادم يعني سؤالي فيما يتعلق أيضا بهذه الدراسة البحثية حول الابتزاز الإلكتروني في المجتمع لماذا أوصت تحديدا هذه الدراسة على ضرورة تكثيف الحملات التعاوية للشباب في مختلف المؤسسات التربوية حول الابتزاز الإلكتروني تحديدا دكتورة طبعا لأن أهمت من النتائج التي ظهرت من خلال هذه الدراسة أن فئة طلبة الجامعات والكليات وطلبة المجارس في مرحلة التعريمة بعد الأساسي هذه الفترة هي أكثر الفئات عرضة للابتزاز وبالتالي فإن إقراء حملاء توعية مكتفة لهؤلاء الشباب في المؤسسات التربوية سيكون ذلك فائدة وطيبة عالية وذلك لأن حملاء توعية ستميز بأنها لديها القدرة على الوصول السريح إلى الفئة المستهدفة وإيصال الرسالة التوعوية التي يمكن إيصالها بطرق ورسائل متعددة وكذلك إشراق الجمهور نفسه في هذه الحملاء بحيث يكون دورهم دور رئيسي وليس دور ثانوي بحيث أنهم يحكوا لغيرهم من أقرانهم التجارب والخبرات والقطص التي سمعوها حول الابتزاز الإلكتروني كيف بدأ وكيف انتشر وما هي النهاية التي وصل إليها الضحية عندما لم يقم بالتبريغ مبكرا وطلب المساعدة لحل هذه المشكلة نعم طيب دكتورة هنا نتحدث عن تفاصيل هذه الدراسة البحثية وأيضا الإجراءات التي تم تطبيقها للتوصل إلى استراتيجية يمكن أيضا تطبيق هذه الاستراتيجية في المؤسسات التربوية للحد من الابتزاز الإلكتروني للأطفال وأيضا المراهقين والشباب جميل جدا في البداية طبعا عندما قمنا بهذه التجارب قمنا بمراجعة جميع الدراسات السابقة التي أقرأت حول موضوع الابتزاز محليا وقليميا ودوليا والحقيقة هنا تبدو الإتشارة أن الدراسات مثل هذا النوع من القضايا يعني تعاني من النجرة ليس في السلطانة فقط وإنما على مستوى الدول الخليل والدول العربية بعد ذلك قمنا بتجهيز الأدوات التي محتاجة لجمع المعلومات وقد أرسأينا في هذه الدراسة أن نحتاج إلى جمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول عمليات الابتزاز الإلكتروني للأطفال التي تمت في السلطانة حتى نستطيع تجهيز خصة إجرائية وإستراتيجيات مقترحة بشكل جيد للحزة المكافعة هذه الظاهرة بعد ذلك قمنا بتطبيق الأدوات فبداية قمنا بإجراء مقابلات فردية اصطبتنا فيها عدد كبير جدا من التبراء في مجال أدى المعلومات ومن الأشخاص الذين لدوية لديهم باع طويل في معانج القضايا الابتزاز واخذنا منهم بيانات جدا متعمقة عن حالات وقصص كثيرة جدا عن الابتزاز الإلكتروني تمت في السلطانة بعد ذلك اجرينا مناقشات وجلسات للمجموعات البورية اصطبتنا فيها جميع هؤلاء القبراء الذين إجرينا معهم المقابلات الفردية وقمنا بمناقشة عدة نقاط هي تقدير لمدى أو نثبت انتشار الابتزاز الإلكتروني في السلطانة كذلك من هي الفئة الأكثر عرضة لهذا النوع من الابتزاز وما هي الوسائل والأسالي والطرق التقنية التي يستخدمها المبتزون وما هي الآثار المترتبة على الابتزاز الإلكتروني سواء على الفرد وعلى المجتمع وما هي التراتيجية الفعالة في مكافحة الابتزاز أخيرا ارتقينا أنه لا بد من إشراك الخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس فأيضا قمنا بمقابلات جماعية صغفنا فيها عدد كبير من الخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وناقشنا معهم نفس القضايا لنعقد مقارنة ما بين الخبراء في مجال أمن المعلومات ومن لديهم تقارب وخبراء طويلة في علاج حالات التزاز وأيضا الأخصائيين الذين يديهم خبراء في معالجة وكافحة التزاز في المدارس نعم جميل بحيث أن توصلنا إلى خطة إقرائية والجالية بالذكر هنا أن الخطة الإقرائية التي وضعناها يجب أن تشترك فيها جميع الوزارات المعنية والنهاية الرسمية المعنية مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم السلطانية والتصالات هذه التقنية المعلومات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعات الإقلية نعم جميل طيب دكتورة حفيظة أيضا ضمن التوصيات التي أوصت بها هذه الدراسة البحثية هو إعداد دليل إرشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني أيضا يوزع للشباب في مختلف المؤسسات التربوية يعني من خلالك نتعرف على ما يتضمن هذا الدليل الذي أوصيتم أساسا بإعداده جميل جدا جميل جدا الدليل هذا هو الهدف منه يعني إيصال قضايا أمن المعلومات بشكل كبير وتكفيس الأديات الجديدة على الاتمام بموضوعات أمن المعلومات عند استخدام الإنترنت عند استخدام وسائل طوار في الاتماع لأن جميع الدراسات في تناول الابتزاز بينات أن من الأسباب الرئيسية لابتزاز هو الاستخدام المفرص والغير واعي لوسائل طواصل اجتماعي وسائل أجهزة الإلكترونية هذه الأجهزة الإلكترونية مذولة الكثير من التقنيات الحديثة بالكاميرات بالاتصال المستمر بشبكة الإنترنت فيتعرض المستخدم يتعرض لسلقة البيانات هو نفسه قد يسيء استخدام البيانات فيعرض بياناته الشخصية صوره الشخصية معلومات حساسة جدا عنه يصبح فريسة ذهلة في أيدي المستدين فالدليل هذا يفترض أن يناقش حدة أمور أهمها قضايا أمن المعلومات كيف أحمي خصوصيتي عند استخدام الإنترنت ووسائل طواصل اجتماعي أيضا النقطة الثانية هو التعريف بما هو الاستخدام الإلكتروني فالبعض لا يعرفت أن الاستخدام الإلكتروني والقريمة يعاقد عليها القانون وبالتالي لما يتعرضوا الابتزاز لا يبادروا في الإبلاغ عن المبتز يظنوا أن الخطأ منهم هم نفسهم وبالتالي يصبح لديهم نوع من الشعور بالإثم والعراض ويتجنب الإبلاغ عن هذه المشكلة وهذا ما يجعلها تزيد وتدخل في جراء كفرة للإثم فالدليل هذا يوضح ما هو الابتزاز وما هي عقوبات وما هي آثار وما هي الابتزاز والسبل لإبلاغ عن الحالات تعرض عند التعرض للتنور وما هي أساليب التقنية التي يستخدمها المتنمرين فمثلا من الأساليب التي يستخدمها المتنمرين هي إحسان طلب صداقة عبر وسائل صواصل اجتماعي نعلم أبناها أنه عندما تأتيك طلب صداقة عبر وسائل صواصل اجتماعي لا تستجيب من شخص لا تعرفه من شخص غريب طبعا في اعتبارك أنه ربما يكون شخص مبتز أو شخص متصيد قضايا كثيرة يجب أن تناقش في هذا الدليل وتوضح التحصيل لطلبتنا في المجارس وفي الجامعات والكليات حتى يكونوا في معرفة كافية ووعي كافي بوضوع الابتزاز فمن النتائج أيضا لظهرة من خلال دراستنا أن المشاركين في الدراسة قالوا أن 60% من الشباب العماني ليس لديهم الوعي الكافي بقضايا الابتزاز وإثاريق وطرق وإشكاله وأيضا 80% من المشاركين بيّنوا أن البهود التي تكتلها الجهات الحكومية والخاصة في التوعية بالابتزاز الإلكتروني لا زالت بهود متفرقة وغير منظمة فموجود مثل هذا الدليل الذي ينصم بالتعاون مع كميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بموضوع الابتزاز وفيعطي رؤية واضحة ومعلومات شاملة وكافية للشباب وإن شاء الله تكون سند وعود لهم في المقار ومكافحة التعاون للابتزاز الإلكتروني ونقل هذه الخبرات أيضا لزملائهم وأهلهم في المجتمع شكرا لك يا الدكتورة حفيظة بنت سليمان البراشدية مديرة مركز إبداعات رقمية للمحوث وتعددة القطاعات نتمنى بالفعل أن هذه الحملات أيضا التوعوية تساهم في الحد من الابتزاز الإلكتروني هنا للأطفال وأيضا الشباب والمراهقين وبهذا نصل إلى ختام